تلقى صاحب السمو الملاكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصال هاتفية من الأمير العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريش وأبدى الأمير العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار معربا عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود مقدرا عاليا جهود سمو للعهد الكبيرة في هذا الشأن كما أشاد الأمير العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا بدوره أكد ولي العهد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره مؤكدا أن المملكة ستواصل قيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر